وكذلك حينما نذهب إلى قصة إبراهيم حينما نذهب إلى قصة إبراهيم وفي قصة زوجتيه سارة وهاجر والقصة طويلة لكن أذهب إلى موطن الشاهد أذهب إلى موطن الشاهد حينما طلبت سارة منه أن يخرج هاجر وابنها إلى مكان بعيد وفعلا أخرج هاجر وابنها وكان يحب هاجر وهاجر كانت امرأة صالحة وكانت دمثة الأخلاق حسنة التعامل مع إبراهيم وإبراهيم على الكبر رزقه الله إسماعيل وإسماعيل كان طفلا صغيرا في غاية الحسن والجمال وكان أحب شيء إلى قلب إبراهيم لكن بحسب التشريعات الموجودة أنه إذا أمرت سارة فلابد باعتبار هي الزوجة الأولى وهي الزوجة الحرة وهذه كانت جارية فهي أمرت إبراهيم فإبراهيم التزم لأن هذا جزء من التشريع قيمة شرعية فأخذ هاجر وابنها إسماعيل وتركهم في الصحراء في صحراء مكة هذا الجزء الثاني عشر من البحار لما أوصلهم واشترطت سارة عليه أن لا ينزل عن دابته وفعلا إبراهيم التزم يعني هو هذا الالتزام الشرعي أوصلهم إلى ذلك المكان الرواية تقول كلما وصل إبراهيم إلى مكان وكان جبرائيل بصحبته إلى مكان جميل فيه أشجار وخضرة ومياه فيقول فيحب إبراهيم أن يترك زوجته وطفله في هذا المكان فيسأل جبرائيل هو هذا المكان الذي أترك فيه هاجر وولد إسماعيل يقول لا إلى أن وصل إلى تلك الصحراء القاحبة إلى صحراء مكة فترك زوجته وهذا الطفل في صحراء ليس فيها أي شيء لا فيها بيت لا فيها مكان للسكن لا فيها ماء لا فيها زر ولا فيها بشر في هذه الصحراء الممتدة ترك زوجته التي يحبها والتي كانت حسنة الأخلاق معه وأنجبت له إسماعيل درة من درر الجنة إسماعيل جد نبينا صلى الله عليه وآله إسماعيل كان الوعاء الذي نقل النور المحمدي فكيف لا يكون درة من درر الملكوت الآلة فلما أراد الانصراف عنهم إلى سارة قالت له هاجر يا إبراهيم لم تدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زر فقال إبراهيم الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم هذا التزام بأمر إلهي ثم انصرف عنهم فلما بلغ كداء وهو جبل بذي طوى التفت إليهم إبراهيم فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون في روايات الأئمة الثمرات هي ثمرات القلوب عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وبقيت هاجر في ذلك المكان والقصة مفصلة ولست في مقام التفصيل هنا تركها في تلكم الصحراء مع ولده هذه تضحية وبعد هذه التضحية تأتي قصة الذبح وكيف أنه أخذ ابنه إسماعيل بعدما صار شابا وكيف استسلم إسماعيل لأبيه وهذا أشد ألما وإلاما على قلب الأب لأنه رأى رؤيا رأى مناما أن اذبح ولدك إسماعيل فأخذ أعز مخلوق عليه في عائلته في أسرته إسماعيل وأراد أن يذبحه كما يذبح الخوف وإسماعيل سلم ومن هنا بدأ عقد الإمامة هذه مراسم الحج تتوقعون أن معناها كما مثلا يفهم فهما سطحيا مراسم الحج قضية أن هاجر ركضت وإسماعيل حفر بقدميه فصار زمزم صحيح هذه الأحداث وقعت لكن هذه مربوطة بجوهر الإمامة عقد الإمامة كان مربوط بهذا الذبح إبراهيم قدم قربانا للإمامة قربان الإمامة هو أن يذبح إسماعيل وفعلا فعلا إبراهيم وصل إلى النية أو إلى الحدوى إسماعيل أن إسماعيل ذبح انتهت القضية لكن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم فداه بذبح عظيم وهذا معنى وموضوع آخر يخرجنا عن المطلب يدخلنا في موضوع آخر بحاجة إلى توسع في الحدين قد أتناوله في وقت آخر لكن هذه التضحية وهذه القرابين وحياة الأنبياء مشحونة بذلك